السلام عليكم ورحمة الله فضل رمضان مذكور في التوراة وذلك في حديث في مشكلة الأثار للطحاوي أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي كعب الأحبار فقال كيف تجدون رمضان في كتاب الله يعني في التوراة فقال كعب بل كيف سمعت صاحبك يقول فيه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم النبه فقال كعب وأنا والذي نفسي بيده إني لأجده في كتاب الله عز وجل حطة يحط الله عز وجل به الخطايا وهذه الرواية قال الشيخ الأرنأوت رحمة الله عليه بأن إسنادها حسن وهي كذلك كما ترون رواتها ثقات وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول كما تشاهدون فالحديث إسناده حسن وبذلك يكون فضل رمضان مذكور في التوراة كذلك كما أخبر كعب الأحبار وكعب الأحبار لمن لا يعرفه هو رجل من علماء اليهود أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقال بأنه أسلم لما سمع هذه الآية تتلى ويقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صالح العمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته